وزير الخارجية الفرنسية أفوان لعونفابيوس وجه انتقادات حادة للموقف الروسي من الأزمة السورية قائلا إن المسؤولين الروس يكسرون من الحديث عن مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية إلا أنهم يكتفون بتوجيه ضربات إعلامية للتنظيم حسب تعبيره لو كانت هناك نوايا حسنة وأقصد النوايا الحقيقية وليس الإعلامية لكان منهم فعلا ضد داعش يوجهون ضربات لهذا التنظيم لننطلق من هذه المعادلة البسيطة على الفهم الموقف الفرنسي واضح للغاية بدأنا منذ أشهر مكافحة داعش بالفعل في العراق وقررنا قبل أيام كما تعلمون بعد أن أصبح هذا التنظيم يهدد فرنسا من داخل سوريا إرسال طائرات استطلاع ثم أصدر رئيس الجمهورية أمرا بتوجيه الضربة التي نفذناها منذ أيام وسنستمر في ذلك ما دام أمننا في خطر